بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري هذه المرة كرامتنا المهدوية من محافظة ميسان عمر الله قلب أهلها بالإيمان وخدمة أهل البيت عليهم السلام فتاة تقول أنا بصريح العبارة منذ نعومة أصفاري لدي طموحات وآمال وأمنيات وأفكار أحببت أن أطبقها في حياتي ولكن سبحان الله لم يمر علي ظرف جيد أبدا كل الظروف كانت ضدي كل الظروف التي أمر بها ليست بمصلحتي مررت بالابتدائية وكانت هناك ظروف العائلة منعتني تماما من الدراسة والمثابرة بشكل جيد ولولا قدرة الله سبحانه وتعالى لم أستطع أبدا العبور إلى المرحلة المتوسطة بعد ذلك قلت إن شاء الله لدي أهمال وطموحات سأثابر وأدرس وأصل إلى الجامعة التي أنا أحبها سبحان الله أصبحت كذلك مشاكل داخل الأسرة وهناك من وصل به الأمر أن يتجاوز علينا من الأهل والأقارب فخرجنا من المحافظة لفترة ثم عدنا بعد ذلك بعد انقطاعا عن المدرسة ولم أخرج من المتوسطة إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعنايته ولكن ليس بالدرجات الجيدة كم تمنيت خلال حياتي بأن أعيش حياة مستقرة حياة هادئة ليست حياة الأثرياء ليست حياة الأميرات لا لا ولكن حياة مستقرة حياة هادئة الأجواء طبيعية في البيت لغير ذلك عائلة مستقرة لم يهدأ بيتنا ولا يوم من المشكلات لم يهدأ بيتنا ولو ليوم واحد لكي نستطيع أن نعيش كعائلة قلبها متضامن مع بعضه البعض أبدا كلما أردت أن يعني أحقق إحدى هواياتي وكان من هواياتي أن أحفظ القرآن لم يقبل والدي أبدا أن أذهب إلى مدرسة قريبة منا لتحفيظ القرآن أبدا لم يوافق جاءت هواي لدي في أن أتعلم الرسم وكانت إحدى بنات جيراننا هي أصلا تعرف الرسم ومحترفة في الرسم أمي رفضت الذهاب والبقاء هذا ليس له معنى الفن ليس له معنى أبدا وإلى غير ذلك كل الأمنيات التي أحب أن أتعلمها كمهن أو أتعلمها يعني للتسلية وكذلك للحفاظ على نشاط الروح أبدا كهوايات ليس في بيتنا لك حق أن تحقق أي هواية المهم مررت مرحلة الإعدادية صادقت الكثير من الفتيات لم أسلم منهن أبدا إلا فتاة واحدة كانت صديقة حقيقية وقفت معي في الكثير من المواقف خصوصا في أيام الدراسة وهذه المرة أجبرت أمي بأن هي التي تأتي إلى بيتنا إذا لم أذهب إليها فهي التي سوف تأتي إلى بيتنا وقبلت أمي يعني بقدرة قادر أيضا لم تتحقق لي أمني واحدة في الحياة لم يتحقق لي قضاء حاجة واحدة في حياة دائما وأبدا الظروف ضدي تعبت كثيرا ووصلت إلى مرحلة الياس والكآبة وأدعو كثيرا وأصلي كثيرا أقرأ القرآن كثيرا أسبح الله سبحانه وتعالى كثيرا وأرجو في كل مرة في كل مرة أقرأ القرآن وأهديه لأحد أئمة أهل البيت عليهم السلام أتأمل وأقول إن شاء الله انتهى الأمر وسيتحقق ما أريد لا أجد أثر إجابة أصلي هذه الصلاة وأقول إن شاء الله ليلا أرى علامة في عالم الرؤية ولم أجد أثرا من علامة في عالم الرؤية أسبح هذا التسبيح الطويل والكثير وأقول إن شاء الله أهل البيت هذه المرة سيلتفتون إلي لا أجد التفات من أهل البيت عليهم السلام نعم أنا لا أقول بأن نعم الله علينا كثيرة نعم الله لا تعد ولا تحصى ولكن بقي في قلبي حسرة لدي مجموعة من الحاجات أتمنى أن تتحقق وصلت إلى مرحلة السادس الأعدادي وعلى يعني عبارتها تقول وما أدراك ما السادس الأعدادي هذه المرحلة التي تحتاج إلى تفرغ كامل للدراسة لأن فيها مصير حياتك بأكملها سوف تعتمد على هذه الشهادة والجامعة التي أنت سوف تدخل وتدرس فيها مرت مشاكل مضاعفة مرت ضروف مضاعفة من ناحية المحنة والصعوبة والمعرقلة وإلى غير ذلك لدرجة فقط أريس ساعة لكي أقرأ فيها دروسي لم أستطع أبدا وإذا بي وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى الإنهيار وقل سبحان الله هكذا عمر يمضي بلا إجابة بلا دعوة واحدة استجاب هكذا عمر يعني كل يوم هو يمضي فيه فقط تعب في تعب ألم من ألم من جرح إلى جرح سبحان الله حتى تحولت في بعض الأحيان إلى صخرة تحولت إلى صخرة لا مشاعر ولا أحاسيس ولا أهتم بشيء ولا أبالي بشيء ولا أريد أمنية تتحقق ولا أريد أي شيء من أمنياتي يعني أراها في أرض الواقع وكأني تحولت سبحان الله تقول هي بنص العبارة يعني إلى دابة إلى دابة فقط أريد أن أكل وأشرب وأنام وانتهى الأمر هذه هي الحياة وهذه هي الصورة وكنت في كثير من الأحيان أقول سبحان الله الأولاد أفضل منه لو كنت ولدا لو خلقني الله سبحانه وتعالى ولدا لكان أفضل لا استطعت أن أحقق الكثير من الأمور ولكني بنت مقيدة لا أستطيع أن أفعل شيء هنا هنا كنت صراحة نسيت نسيت بأن صاحب الزمان سلام الله عليه وهو ولي أمرنا ولي عالمنا هذا بأكمله وهو مفتاح النجاة نسيت بأن أقوم بندبه وكذلك الإكثار من الاستغاثة به جميع الأدعية والصلوات التي قد صليتها سابقاً والأذكار كانت يعني مجرد ألتزم بها لأيام ثم أتركها وهذه كانت من أكبر أخطائي لم ألتزم بشكل حقيقي بالأذكار والصلوات والأوراة لم ألتزم بعددها وثانياً سبحان الله كان في قلب اليأس كان في قلبي اليأس نعم أقول إن شاء الله في هذه الليلة أرى الإمام في هذه الليل عفوا أرى علامة أصلي هذه الصلاة وأقول إن شاء الله تنقض الحاجة ولكن في قلبي هذه العبارة معقولة سوف تنقض الحاجة معقولة أشوف أنا الإمام وأين وأنا الإمام أين كيف أستطيع هذا الشك وعدم اليقين كان يفسد علي العبادة وكما تعرفون جيدا بأن النقطة الارتكازية لاستجابة الدعاء هو حسن الظن بالله عز وجل أن لا تسيء الظن بالله أن تحسن الظن أما مسألة بأن عليك ذنوب لا غير ذلك لو أن الله أراد أن يأخذ أهل الأرض بذنوبهم لم استجابة لأحد منا أبدا لم استجابة فقط للأنبياء والأوصياء لذلك الله سبحانه وتعالى في حالة الدعاء هو مشفق عليك رؤوف رحيم لو أنك تقول لا لدي ذنوب لا نعم الذنوب تحجب الدعاء ولكن لديك طريقة وهو الاستغفار استخدم الاستغفار نعم أهل الذنوب حاجب اللهم قن الذنوب التي تحجب الدعاء وإلى غير ذلك وتنزل النقم إلى غير ذلك كما ورد في الروايات ما عليك إلا أن تستغفر طوبى لعبد وجده في صحيفته يوم القيامة بعد كل ذنب أستغفر الله وقال النبي صلى الله عليه وآله يعني أعمل أعمل بعد سيء حسن تمحيها وهذه القضايا جدا مشهورة على كل حال تقول هذه الفتاة أولا لم ألتزم بعدد الأذكار والأوراد بعددها ثانيا كان في قلبي لا يوجد حسن ظن بالله سبحانه وتعالى اليأس قد دب في قلبي فكنت أصلي ولكن هذه الصلاة ليست فيها روح نعم أبكي ولكن ماذا أقول معقولة سوف تتحقق الليلة هذه الحاجة أقول إن شاء الله ولكن قلبي غير مطمئن ليست هناك فرحة حقيقية في قلبي ليس هناك اطمئنان حقيقي أي بمعنى لو أن الإنسان يصلي هذه الصلاة ويذكر هذه الأذكار كيف أعرف بأن لدي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى عندما أنتهي من الذكر عندما أنتهي من الصلاة كما يقول السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه عليك أن تفرح فرحا شديدا وكأن الحاجة في الباب وكأن حاجتك في الباب انتهى الموضوع انتهى لا يكون هناك حزن لو تلاحظون أيها الأحبة بأن بعض الناس ينتهي من الصلاة وينتهي من الذكر وينتهي من قراءة القرآن أو الزيارة أو الدعاء وقلبه لم يشرب الفرح متردد بعد شايفين الفرحة في قضاء الحاجة شايفين فرحة أنت أكيد مر في فرحة معينة وأنت مر هل أنت تعيش هذه الفرحة التي مررت بها في مناسبات معينة مثلا في نجاحك في المدرسة مثلا لحصولك على وظيفة مثلا لشرائك بيت هل هذا الشعور موجود بعد الصلاة عندما تصلي صلاة قضاء الحاجة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك إذا لم يكن لديك هذا الشعور نفسه فأعلم بأنك تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى على كل حال فقلت أستغيث هذه المرة بصاحب الزمان سلام الله عليه وسبحان الله وقع في قلبي بأنه ليست لدي طريقة لتحقيق النجاح في السادس الإعدادي وتحقيق هذه الأمنية إلا عن طريق صاحب الزمان سلام الله عليه على كل حال توسلت بصاحب الزمان هذه المرة ولو فتش الله قلبي لم يجد إلا هو عز وجل والتوكل عليه والالتجاء إلى صاحب الزمان هذه المرة من كل قلبي قلت إن شاء الله صاحب الزمان سيحقق مرادي وإلا أين أذهب بعد أين أفر إذا لم أفر إلى الله ويقضي حاجتي وصاحب الزمان يلتفت إليه من سيقوم بقضاء حاجتي وحل هذه المشكلات في البيت وإذا بي بكيت بكاء شديدا لم أبكيه طوال حياتي بهذه الصورة وسبحان الله بعد الانتهاء من ماذا الاستغاثة وما هي الاستغاثة بصاحب الزمان مئة مرة يا صاحب الزمان غثني يا صاحب الزمان أدركني هي تقول الفتاة تقول قلتها أنا ألف مرة عندما انتهيت من الألف مرة أول مرة أشعر بطمأنينة أول مرة أشعر بأن الهم قد انزاح انتهى أول مرة أفرح وكأنني يعني قد تزوجت حصلت على شاب مؤمن متدين وميسور الحال وثري هكذا فرحة شعرت لأول مرة بأن السرور لا أعرف لماذا يملأ قلبي؟ نمت وفي عالم الرؤية وإذا بصاحب الزمان سلام الله عليه موجود في بيت وهذا البيت هو لأحد الناس الطيبين في منطقتنا ولكن لا أستطيع تقول لا أستطيع أن أنوه وجدت كأنما أنا زرت هذا جيراننا بيت جارنا قمت بزيارته وكأنني تفاجأت بوجود صاحب الزمان عندهم جالس في الصالة وهم جالسون على الأرض وينظرون وللمعلومة تقول بأن العائلة متدينة وملتزمة حقا فعندما رأيته جلست على الأرض فورا وبكيت من شدة الفرح لرؤيته وإذا به يقول لي بنص العبارة لا تتركي زيارة عاشوراء الفرج لكي في زيارة عاشوراء أوصاني بهذه لا تتركي زيارة عاشوراء وبهذه الصورة جلست عند الصباح فورا عندما صليت صلاة الفجر قرأت زيارة عاشوراء بمجرد قرأتها مرة واحدة في اليوم الأول بدأ سحاب الهم والغم والمشكلات ينقشع عن بيتنا جاء أبي لأول مرة في حياته يعتذر لأمي وجاء أخي فلان لأول مرة يعتذر لأمي وأمي أول مرة تأتي وتريد أن ترتب البيت بصورة وجلسنا وأبي يقول يكفي هذه المشاكل في البيت إلى متى نحن كبرنا في السن كبرنا في العمور إلى متى تبقى علاقتنا بهذه الصورة علينا الالتفات لأنفسنا لمستقبل أولادنا وكأن سبحان الله هذه زيارة عاشوراء مع دعاء علقمة تصنع السحر في الأنفس سبحان الله مقلب القلوب قرأتها في ثاني يوم وثالث يوم وإذا بأبي يقول لا أحد يتكلم لا أحد يتكلم مع فلانة أنا أقرأ النصوص التي تقرأها تكتبها فلانة على كل حال لا أحد يتكلم معها سنفرغها للدراسة كي تنجح وتصل إلى الجامعة التي تريد لم يكلفني أبي لأول مرة أي شيء وأمي كذلك وأخوتي سبحان الله هدأ البيت بفضل زيارة عاشوراء بفضل وصية صاحب الزمان وإذا بيأتي بالنتائج الطيبة وأدخل جامعة بحمد الله عز وجل الجامعة التي أحب وليس هذا فقط بمجرد أن أصبحت في المرحلة الأولى في الجامعة تقدم لي أحد الأساتذة فورا وضمن لأبي بأنه إذا ما تزوجت ابنتكم فإنها تبقى معي في الجامعة أنا ذاهب للجامعة أستاذ وكذلك هي تأتي معي وترجع معي وأكملت بحمد الله الجامعة وأصبحت معيدة مع زوجي في نفس الجامعة والحمد لله رب العالمين هكذا هي زيارة عشراء هكذا هو الالتجاء لصاحب الزمان سلام الله عليه برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام شكرا للمشاهدة